عندك القدرة على اتخاذ القرارات ده اشوف من بعد ازمات ما ريت بيها بالسابق صارت عندك نوع من القوة انت بالفترة الحالية من استعيذ قوتك وهذا الشي بخليك تحاول تسيطر على كل الامور اللي موجودة حاليا بحياتك البعض منكم ممكن يكون بالفترة الحالية اكون موضوع اسري شاغلة او اكون تأثير من شخص كبير بالعائلة ممكن يكون طاقة اب متسلط او طاقة ام هذا الشخص الكبير بالسن قاعد يحاول يفرض سيطرت عليكم اوفد سلطة معينة ده يحاول انه يفرضها عليكم بالفترة هاي او الفترة الجاية راح يكون سيطرة هذا الشخص الموجود بحياتكم كبيرة راح يكون الى تأثير بالفترة الجاية او خلال هاي الاسبوعين ممكن تنتطاقت لحد نهاية الشهر بس ده اشوف انه انتو طاقتكم بصورة عامة حلوة عدكم قوة بهاي الفترة عدكم اتخاذ للقرارات واكو موضوع مسيطر عليكم اكو عدكم نجاح اكو عدكم تصميم على موضوع معين انتو تردون تنتصرون بممكن يكون هذا الموضوع موضوع عاطفي او ممكن حتى يكون موضوع عملي ده اشوفوا بهاي الفترة انتو ده تحاولون تركيزكم كله على اساس هذا الموضوع ده تحاولون تسيطرون على موقف معين او وضع معين موجود بحياتكم بهاي الفترة بدون ما تضمون يعني انتو مضطرين انو تتخذون قرار بس هذا القرار راح يكون صعب والقرار لازم اكو طرف من الاطراف تتأثر بيه هنا طرعهم عندي ورقة عائلة ممكن تكونون يعني هذا القرار اللي لازم تتخذونه قرار يخص العائلة بصورة عامة او ممكن يخص وضعكم انتو او شخص من العائلة موجود يعني بطاقتك بالفترة الحالية شخص من محيطك وطاقتك مأثرة بيه كهوية ممكن يكون ايب ممكن يكون او ممكن يكون اخ اكبر فاللي ده اشوفه انو طاقتك العامة بالفترة الحالية هو اكو وضع ده تحاول تسيطر عليه باقسى ما عندك من قوة ده تحاول تسيطر على هذا الوضع بالفترة الحالية يتقد ما بيك حتى ما بدون ما تأثر على الناس اللي موجودة بمحيطك او بدون ما تظلم احد بالقرار اللي راح تتخذه انت الان بجلسة اتخاذ القرار ده تحاول تتخذ قرار بس القرار يكون عادل وما بيظلم التحدي اساسا اللي قدامك هو الاتزان ونفس الوقت اعطاء الحق لصاحبة انت ما تريد تظلم شخص وياك بهذا القرار اللي راح تتخذه فحتى التحدي اللي قدامك طلع لي انه انت تستعيد توازنك تحاول توازن الامور تحاول تتفائل بالفترة الجاية يكون عندك صبر لان عندك طاقة تسرع بهاي الفترة وطاقة عناد وطاقة تسلط وطاقتك نارية كلش رغم انه انت برج ترابي وبرج هادئ من اهدى الابراج هو برج العذراء ولكن طاقتك بالفترة الحالية صار طاقة نارية او ممكن يكون هذا الشخص اللي انت ده تفكر او تحاول تتخذ القرار بشأنه هو شخص برج ناري خاصة ده تشان برج القوسطة اللي عندي واضح وبرج الحمل ايضا موجود فممكن انت تكون قاعد تفكر بشخص طاقة نارية وهو اللي مسيطر عليك بالفترة الحالية ده اشوف ده تفكر انه تتخذ خطوة انت ناوي تتخذ خطوة او تقرر القرار سواء ان كان هذا القرار ممكن يكون عاطفي او ممكن يكون ماندي لان هسه ده اقرأ طاقة العامة مدى اقرأ بصورة محددة على العاطفة او العمل هاي الطاقة العامة اللي ممكن تسيطر عليك هذا الشهر فاللي ده اشوفها انه امورك بداية هذا الشهر من بدت وهسه شوية راح يكون بيها نوع من الصرامة القوة بس تبدأ شوية الامور تتوازن وتتحسن بالفترة الجاية يعني نهاية هذا الشهر بكل الاحوال ده اشوف امورك زينة يعني ماكو شي ممكن يعكر مزاجك بهاي الفترة على الصعيد العملي امورك ده اشوفها كلش تمام كلش حلوة ممكن البعض من عندكم منتظر مبلغ مالي هذا المبلغ المالي راح يجي فجأة مبلغ مالي راح تفرح به هواية اكو مبلغ مالي راح يجيك مثل المساعدة من شخص او يعني رزق رب العالمين كاتب لك ياه راح يجيك فجأة انت ما بتوقعه نفس الوقت البعض من عندكم ده اشوف الناس اللي عندها شغل اساسا يعني اكو ترقية بالعمل انت منتظرها بس الشخص اللي مؤخرها عليك شخص مسؤول اكبر من عندك صار لفترة يأجل بهاي الترقية او انت ده تحس انو هاد الشخص شوية قراراته اه ظالمة بالنسبة لك الهسبب انت قاعد تدور على العدالة فممكن البعض منكم هذا الوضع يكون مادي ممكن الشخص اللي موجود وياك بالدوام اللي مرتبت اعلى من مرتبتك اه قاعد يظلمك بهاي الفترة او ده يأثر عليك هو يفرض عليك حمله نفس الوقت يعني ده تحس انو مده تاخذ مقابل المجهود اللي موجود عندك الهسبب ده اشوف عندك انتقال اكو عندك انتقال سريع اكو عندك ترقية متاخرة عليك صار لها فترة بالفترة الجاية اكو ترقية اليك اكو خبر حلو على الصعيد المادي لبعض منكم ده اشوف اكو عرض عمل راح يجي ممكن راح يفكر انو يشتغل بشغلتين بالفترة الجاية برج العدرال بعض منكم بالعمل ده اشوف راح يبلش بشغل جديد وهو اردي عنده شغلة يعني مثل شغل حكومي وشغلة ثانية اهلية وراح تحاول انو اتوازن بين هاي العمليين هو هاي العمليين ده اشوف هم راح يسببوا لك انو راحة مادية مثل من وضعك المادي يعني راح يستقر وراح يتوازن ولكن انت راح شوية تتعب بهذا الشغل راح يصير عندك نوع من التعب وراح تلتهي فحتى الامور العاطفية ده اشوف انو من الفترة الحالية انت مو هل قد منطيها اهتمام زايد يعني اهتمامك اغلبة كان على موضوع معين ببالك او حتى ممكن يكون مشروع انت تتحاول تشتغل عليه بالفترة الجاية وتريد تمشي به فاذا كان عندك مشروع مقرر انو تسوي ده اشوف الفترة هاي كلش حلوة وهذا المشروع راح ينجح وراح يسبب لك وفرة مالية المهم اكو مبلغ حلو راح يجيك بهاي الفترة مبلغ مالي هاي على الصعيد العملي على الصعيد العاطفي البعض من عندكم ممكن يكون عانى من ازمة صحية وكان عنده يعني او اما هو سافر على مود ازمة صحية وتعافى من عندها كان مارب ازمة صحية وسافر للعلاج وهس رجع متعافى منها او البعض منكم ممكن عنده ازمة صحية طبعا الوضع الصحي ممكن يشملك انت وممكن يكون طاقة شخص انت بمحيطك بس انت يعني شلون اه شاي الهمة بهاي الفترة فدا اشوف احتمال يكون عندك سفر او انت منتظر سفر يخص علاج موضوع صحي موضوع ترفية حتى اذا كان يشمل ايضا يعني تاخد رس تستراحة تروح سياحة فترة تغير جوا وتنسى ضغط الشغل او حتى يعني نفسيتك تعبانة فتطلع تغير جوا دا اشوف عندك السفر بس السفر الاغلبية من عندكم يكون سفر غرض علاج غرض شفاء غرض زيارة احد ممكن يكون مريض طبعا السفر من تطلع الورقة مو شرط يكون السفر خارج الدولة ممكن يكون يعني السفر من محافظة لمحافظة مثلا انت بمحافظة شخص ثاني بمحافظة ثانية فانت راح تروح تزور مريضة عندك زيارة مريضة بهاي الفترة دا اشوفها وبس هذا المريض راح يتعافى يعني او ممكن هو مريض ويتعافى وانت راح تروح تزوره دا اشوف قلت لك انه تفكيرك بهاي الفترة هو اكو اختيار انت لازم تتخذه وهذا الاختيار او حتى القرار اللي لازم تتخذه بي صعوبات وراح يأثر على طرف من الاطراف وله السبب التحدي اللي عندك انه انت تعدل انه انت توازن الامور ممكن البعض منكم يكون عنده علاقة ثلاثية فدا يحاول يتخذ قرار ما بين شخصين وخايف انه الطرف من الاطراف ينظلموا بهاي المعادلة فدا اشوف انه عندك اختيار لازم تتخذه عندك انطلاقة جديدة راح تكون ودا تحاول تسيطر على اوضاعك بصورة عاملة انت دا تحاول تكون مسيطر بهاي الفترة والسيطرة موجودة عندك ولكن خف شوية من الحدة بالتعامل يعني احذر انه انت تجرح الناس بالكلام اللي موجودة حاليا بحياتك يعني حاول شوية تتعامل بلينوية الاوضاع لا تحاول تسيطر على كل الامور لان هذا الشي راح يسبب لك تعب جسدي وتعب نفسي وممكن حتى تخسر او تغلط بحق ناسهم ممائلهم ذنب فطاقتك شوية دا اشوفها كلش نارية وكلش قوية بهاي الفترة دا اشوفك انت اساسا مستعيد قوتك وهذا الشي حلو بس لا تخلي اثر على تعاملك والناس الوضع العاطفي البرج العذراء بهاي الفترة دا اشوف انه انت ماخذ طاقة المجشن الساحر انت بالفترة الحالية هواي ناس قاعد تنجذب اليك وهواي ناس قاعد يعني عندك كارزمة معينة دا تحس انه يعني انت بالفترة الحالية عندك كل المقاومات اللي تخلي اي انسان يتقرب من عندك وينعجب بيك بهاي الفترة دا اشوف اكو شخص كاتب مشاعر اتجاهك بهاي الفترة متردد انه يجي ويفصح لك عن هاي المشاعر هذا الشخص هو موجود حاليا بمحيطك بس انت انت نفسك دا اشوفه بهاي الفترة عندك تناقض انت مبين للناس انه انت الانسان القوي اللي ما تهتم الاحد ما تهتم الفراغ ما تهتم الشخص ما معجبه بشخص ما تحب بس يعني انت مبين للناس طاقة المجشن بس حقيقتك بالداخل انت الكوين اوف كابس انت مليء بالمشاعر ومليء بالحمنية وطيب قلبك طيب بس انت دا تراوي الناس الوجه المو حقيقي يعني انت تعاملك بالفترة الحالية انت مثل اللي صاير عندك ازدواجية بالشخصية لان هوي طلعت لي هجي ورقة انت دا تحاول انه تفصل بين الابيض والاسود دا تحاول داما توقف بالنص وقراراتك دا تحاول انه تتخذها تكون صارمة يعني فدا اشوف عندك طاقة الجفاء شوية ممكن ويا الشخص هذا اللي معجب بك او حتى ويا الحبيب بس انا هسا دا اقرأها يقرأ يعني اغلبيتها ممكن تكون للعزاب فبداية راح احكي على العزاب دا اشوف انه هاي الطاقة عندك انت اكو شخص معجب بي فعلا ومشاعرك كلها اتجاهها كلك حب ومشاعر بس هذا الشخص من يجي يحكي وياك انت تتعامل وياه بجدية وممكن ما تنطي يعني شون ما تنطي وجه من يجي يحكي وياك ما تبين له هاي المشاعر تبين لانه انت ما مهتم لأساسا رغم انه هذا الشخص الموجود انت معجب بي وهو بي كل المواصفات اللي انت تحبها ممكن يكون هذا الشخص برج السرطان عندي برج القوس برج الاسد برج العقرب موجود برج الدلو ايضا موجود هنا انا يمنى وبرج الحمل فاين كان البرج اللي تتعامل سواء كان هذا البرج او غير برج بس هي طاقتك النارية ممكن تكون هاي يعني ممكن تكون تتتعامل وياه شخص طاقة نارية ممكن حمل ممكن قوس ممكن اسد لانه ايضا الطاقة النارية غالب عليك بهاي الفترة وعندك نوع من الغضب يعني اكو موضوع مسبب لك هاي الطاقة طاقة الغضب طاقة الادوانية شوية وطاقة التسرع انت بطبعك برج ترابي المفروض انه تكون طاقتك طاقة ترابية مستقرة مو مثل الطاقة النارية فبالفترة الحالية ده اشوفك ماخذ الطاقة النارية الطابع الناري لا تستعجل هواية بقراراتك الناس اللي مرتبطين ده اشوف انه انت والحبيب بالفترة السابقة مريتوا بمرحلة زعل صاير ببيناتكم زعل وهذا الشي خلاكم يعني شوية منعزلين واحد عن الثاني ممكن يكون الشريك كانت عنده مشاكل بالاسرة مشاكل عائلية فهذا الشي كان ماثر على علاقتكم ده اشوف انه هذا الحبيب من بعد ما كان صار لفترة مختفية وده يحاول يسيطر على مشاعره ويحاول ما يجي يحكيو ياك راح يتخذ قرار هنا عندي برج الاسد وبرج الجوزاء وبرج الحمل موجود من بعد ما صدك او ممكن تكون انت صديته ده اشوف هذا الشخص راح يرجع يتواصل ياك مرة ثانية المرتبطين ده احتي يعني وبينهم زعل مونفصل لاحظوا الكلام اللي ده اقوله مو المنفصلين بعدين كتبوا لي المرتبطين وبينهم سوء تفاهم او زعل ده اشوف اوضاعكم راح تكون في تحسن بالفترة الجاية هذا الشخص ده اشوفه راح يرجع ممكن يتجيب لك هدية ممكن يعتذر منك اكو حب ببيناتكم متبادل البعض من عدكم هذا الشخص راح يفتحوا ياك موضوع زواج او انتو حاليا بفترة خطوبة او فترة زواج وكان صاير بينكم سوء فيهم بس ده اشوفوا الامور راح تتعدل بالفترة الجاية ببيناتكم لان هذا الشخص ده اشوف كان احتمال عنده اهتمامات تخص مثلا العمل او شي فكان شوية وضعها وياكم مو تمام اهتمامه شوية قليل لانه مركز على العمل بس ده اشوفه راح يرجع هذا الشخص مشاعر اتجاهك انه الشريك ده اشوفه هو بالفترة الحالية يتمنى انه ياخذك ويسافر تبتعدون عن كل الناس تعتبدون يعني المشاكل اللي موجودة بحياتكم خاصة ده كانت عندكم مشاكل عائلية فده اشوف هو يتمنى انه بالفترة الحالية ياخذكم ويسافر يطلعكم من هاي المشاكل ويعاوضكم عن كل الامور اللي مرت ببيناتكم بالفترة السابقة لان احتمال انتو تكونون يعني مريتوا بهواي مشاكل بعلاقتكم فهو يريد يرجع لاستقرار لهاي العلاقة يريد يوازن الامور ببيناتكم بالفترة الجاية فانت اساسا يعني التحدي اللي قدامك هو انه تتخذ قرار فده اشوف انه انت ده تفكر بالرجوع ده تفكر بهذا الشخص هوية بالفترة الحالية ده تريد هذا الشخص يرجع لك ده اشوف انه دول الناس اللي قدتلكم مرتبطين وصير بينهم زعل او بالفترة السابقة شان اكو مال من ناحية الحبيب بالنسبة للمنفصلين ده اشوف انت ده تفكر هواية بموضوع الرجوع ممكن ده تفكر بالرجوع من شخص هذا الشخص ممكن يكون تركك وراح خطب او راح على مود موضوع زواج متزوج ممكن يكون هو شخص اساسا متزوج يعني فده تفكرون بيب هاي الفترة هواية ده يخطر على بالكم وده تتذكرون الاشياء اللي صارت بينكم وبينها ده تحسون بنوع من الظلم ده تحسون انه انتو ظالمين لهذا الشخص اول عفوا يعني الطاقة يمكن تكون عكسية فهذا الشخص ده اشوف هو اللي ده تحسون ظلم من ناحية يعني هو ظلمكم الها السبب انتو ده تدورون عن العدالة ده تدورون عن الحق بهاي الفترة تردون استرداد حق ده اشوف راح يجيكم خبر عن هذا الشخص هي بالنسبة للمنفصلين ويعني الطرف الثاني تركهم وراح اتزوج او دخل بخطوبة او بعلاقة بس علاقة زواج الاكثرية ده اشوف انه هذا الشخص ممكن يكون راح وتزوج صار لكم ست شهر احتمال من فصلين او ست اسابيع او حسب يعني ممكن يكون هو داخل حسب علاقة زواج يعني لريدي يخطب بهاي الفترة فده اشوف انه اكو خبر راح تسمعونا راح يخليكم تستعدون التوازن والهدوء وتحسون انه حقكم راجع وبكل الاحوال برج العذراء ده اشوف البعض من عدكم عنده بداية جديدة بعمل والبعض الثاني اكو بداية بعلاقة العلاقة هاي راح تكون علاقة مستقرة وبداية حلوة ده اشوف اكو شخص طاقته مائية ممكن يكون برج الاقرب ممكن يكون برج الحوت برج السرطان هذا شخص ده اشوفه راح يتخذ خطوة اتجاهكم خلال هذا الشهر من بعد ما كانوا شوية متباطئ ومتردد انه هو يجي يحتي راح يجي هذا الشخص يدخل بحياتكم وراح يغير لكم حياتكم ممكن البعض منكم يكون هذا الشخص يجي عن طريقي يعني شلون يجيكم بموضوع زواج اول ما يحتيوا اياكم ما يطلب منكم علاقة البعض الثاني ممكن يكون علاقة هذا الشخص يجيكم ويخص موضوع علاقة وحب بس العلاقة بيناتكم بالمستقبل راح تكون جدية رغم انه انتو بالبداية ما راح تقتنعون بيها تماما اما بالنسبة للتحدي القدامك قلت لكم البعض منكم التحدي اللي قدامكم انه انتو تستعدون توازنكم ويسرعتكم نوع من الصبر والتفاؤل لازم تصبر بالفترة الحالية طاقة التسرع اتركها وتأن البعض منكم ممكن يكون اكو شخص التحدي اللي قدامكم شخص من برج القوس لازم تخلو لحد او لازم انه انتو تكتشفون داخل هذا الشخص لازم تجمعون معلومات عن شخص من برج القوس موجود بحياتك يا برج العذراء التحدي اللي قدامك انه انتو تظهر هذا الشخص على حقيقته لانه دا اشوف هذا الشخص من برج القوس ممكن يكون عنده نوع من التلاعب اذا شنة انتو شاك بنوع من التلاعب فحاول تجمع معلومات بالفترة الجاية ان دا اشوفك اساسا راح تجمع معلومات عن هذا الشخص وتحاول تعرف انه هو هذا الشخص شنونيته بعد ما تجمع المعلومات عن هذا الشخص راح تعرفاني شنو اقصد وراح تتأكد من هذا الشخص اذا كان هو فعلا متلاعب مثل ما انتشك او هذا الشخص هو مو متلاعب مجرد هي شكوك ببالك فبكل الاحوال دا اشوف طاقتكم حلوة هاي الاسبوعين اكو تقدم اكو نجاح واكو عدكم عمل جديد الوضع المادي زين الصحي كل التوفيق لكم برج العذراء وان شاء الله التوقعات الحلوة كلها تتحقق والتقيكم بفيديو ثاني شكرا شكرا